هل لها وقاية طيب؟ وقاية لما نشوف ايه هي الطرق اللي بتؤدي لها. يعني ان انت تحمي نفسك من هذه الطرق. يعني مثلا لما نقول ان ضمن اهم اهم الاسباب اللي ممكن تؤدي للجلطات اللي في المخ والسكتة الدماغية. هي ارتفاع ضغط الدم. ارتفاع السكر. ارتفاع الكوليستيرول. يعني الدهون في الدم. التدخين. التدخين والتدخين والتدخين. السمنة. حتقي منها بان انت تزبط ضغطك وتزبط سكر لو حد عنده سكر والسمنة انقلة والكوليستيرول يتزبط بالدواء بتاعه مزبوط والتدخين. لا خالص. طبعا. طيب. النهار ده انا لو بيحصل قدامي حصل حاجة والشخص قدامي بيحصل له سكتة دماغية. او عرف ازاي ان دي اصلا سكتة دماغية. ده رقم واحد اقدر اعمل ايه رقم اتنين. غير ان انا هكلم اكيد الاسعاف. يعني في غضون الفترة هيجي فيها الاسعاف. هل في حاجة اقدر اعملها؟ واحد اتنين تلاتة. ده رقم الاسعاف. هو ده اهم معلوم. الاعراض ايه? الاعراض انه زي ما اتفقنا. هتلاقي حاجة دراماتيك جدا جدا بتحصل. انه هو وظيفة من وظائف المخ فجأة بتشوت داون. يعني حاجة بطل يعرف تتكلم. اه بالضبط. بكلامه احنا كنا بنتكلم. كلامه راح وبدأ يتهت في الكلام وبدأ يتوه عننا ايده يمين شمال رجله يمين شمال كانت بتتحرك عينه بقه اتعوج اتحود لا قدر الله الامور في ليه علاقة مراكز الحياة حيبقى نفسه. مش مطلوب اي حاجة خالص. غير انه هو يساتل داون. يعني يقعد نهدى. نكلم الاسعاف واحنا هنتحرك وحنتحرك بالشكل المناسب والشكل السريع. مفيش هنا حاجة بقى زي مثلا ان احنا نديله حاجة يشربها نديله لنينيمه بشكل المعينة. لا 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 ما فيش الوقت. مش محتاجين كده. هل الموضوع ليه اي علاقة من قريب او من بعيد بالحالة النفسية للشخص؟ طبعا الاسترس والضغوط النفسية وضغوط الحياة بتلعب دور كبير جدا 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 جدا. هي حتلقبط سكر مبدايا وحتلقبط الضغط. وهم دولت من اهم العوامل. وطبعا الاسترس للحياة يعني الحقيقة عنيف جدا 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 جدا. يعني انا كنت بشوف الفقرة الرضايا بتقدمها حياة. فقرة اهم مدربين في مصر. يعني توفى بالسكتة الدماغية. وراجل من الناس الممتازين حقيقة. بحس انه مهما كان اللايف ستايل للشخص. حريك لسا بتقول دلوقتي انه مدرب رياضة وتوفى بالسكتة الدماغية. مهما كان اللايف ستايل دايما فيه حاجة نقصة. يعني يا اما تؤدي لجلطات في القلب. يا اما تؤدي لجلطات في السكتة الدماغية. ففي جلطة حصلت في المخ. النهاردة يعني مش همنع. بس اقدر اعرف ازاي ان انا حد عندي مثلا سيولة في الدم بزيادة. او دمي معرض لجلطات اكتر. يعني ايه نوع خليه اقول التاس اللا قدر اعملها.